أوجد دستور 2014 في تونس تركيبة سياسية تجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني وأدخل هذا النظام الهجين البلاد في أزمات سياسية شبه متواصلة أحدثها تلك التي انتهت بقرار الرئيس قيس عيد حل البرلمان قرار الحل أقدم علي سعيد بعد ثمانية أشهر من قراره تجميد عمل البرلمان بعد خلافات مع مجلس النواب ورئيس الحكومة أدت إلى شل الحياة السياسية خبراء يرون أن أساس الأزمة هو الدستور الذي أسهم بشكل كبير في تفتيت السلطة ونتج عنه صراع بين الرئاسات الثلاث الدولة والبرلمان والحكومة وتكاد تنحصر سيناريوهات عمل هذا النظام في احتمالين الأول هو التوافق بين رئيس الدولة وأغلبية برلمانية في هذه الحالة يتمتع رئيس الدولة بسلطة مطلقة بحكم منصبه وما يمنحه الدستور من صلاحيات وبحكم كونه زعيما للأغلبية بما يضمن له ولاء البرلمان وكانت الأمور أقرب إلى ذلك خلال حكم الرئيس السابق الباجي قائد السرسي الاحتمال الثاني هو وجود أغلبية برلمانية كبيرة تستطيع تشكيل حكومة لا يكون لرئيس الجمهورية أي قول فيها وتنفذ السياسات يحددها رئيس الوزراء معدى السياسة الخارجية والأمن القومي وهو ما حاولت حركة النهضة فرضه خلال الفترة الماضية بتكريس فكرة أن منصب الرئيس أقرب إلى أن يكون شرفيا وأن السلطة للبرلمان لكن هذا غير صحيح فالدستور يمنح الرئيس صلاحية كبيرة وهي التي استخدمها سعيد في خطواته ابتداء من تجميد عمل البرلمان وصولا إلى حله وإقالة الحكومة وتعيين حكومة وربما تكون الخطوة الأولى لمعالجة الوضع التونسي هو تعديل الدستور بما يخلق توازنا وتكاملا بين السلطات